احتدنا مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتقافة إيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط أمسية تعريفية بجائزة السلطان قابوس للتقافة والفنون والآداب في دورتها العاشرة الاحتفالية كانت بإشراف سفارة سلطنة عمان بالرباط وبالتعاون مع مركز السلطان قابوس العالي للتقافة والعلوم أقيم هنا في الرباط عاصمة الأنوار للتعريف بجائزة سلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وهذه الجائزة طبعا تحمل مضامين إنسانية وحضارية كبيرة لأنها تمنح للمفكرين والكتاب والرواد والمتميزين في مجالات الآداب والفنون الذين قدموا خدمات جليلة في حياتهم المجالات الآدبية والثقافية والفكرية ومن حسن الطالع أن هذا الحفل وهذه الندوة التي أقيمت اليوم في مقر الإسسكو الحفل شهد شرحا تعريفيا بالجائزة وأهدافها وفروعها ومجالاتها وآليات الترشح لنيلها حيث تعتبر الأعلى ماديا بالمنطقة العربية سوى فيما يخص تلك الموجهة للمبدعين العمانيين أو تلك التي تشمل نضرائهم العرب الجائزة طبعا تمنح للمبدعين في مقالات الثقافة والفنون والآداب ويتم سنويا انتقاء مقالات جديدة لهذه الفروع في هذه الدورة الدورة العشرة للجائزة حددت في مقال دراسات الإعلام والاتصال عن فرع الثقافة والإخراج السينمائي عن فرع الفنون والرواية عن فرع الآداب الجائزة التي تهدف لا دعم العمل الإبداعي العربي في مختلف مجالات الثقافة والفنون لاقت اهتمام الأوساط الثقافية المغربية اختيار أو مدينة الريباط لتقديم هذه الجائزة ومفخرة للمغرب ومفخرة كذلك لعلاقات والوشائج التي تجمع ما بين المملكة المغربية وسلطنة عمان وهي كذلك وشائج تعبر عن الاهتمام بجانب الثقافي المغربي ومحاولة الاقتراب أكثر منه وتعريف الجمهور بهذه الجائزة الجدير بالذكر أنه على هامش هذه الاحتفالية تم منح المدير العام لمنظمة الإسيسكو الدكتور سالم محمد المالك درع الجائزة ويؤكد الحضور المتنوع لهذه الاحتفالية هنا في الريباط أهمية جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب على الساحة الأدبية العربية المصطفى العسري لتليفزيون سلطنة عمان الريباط